السلام عليكم كيف انتم لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شهيوات مع ايمان صليوا على النبي كيفما العادة عندنا بدأوا الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراحات اللي غادي نتقسم معكم اليوم حقا اطباق ليه سهلة سريعة اللي دفزاف هنتم غادي تشاهدوا معي الطريقة دي للتحضير ديال هاد الاطباق اليوم او الافكار اللي تقدروا تعتمدهم لفطور اليوم غادي تنال غادي نالوا الاعجاب ديالكم من زيتش نطول عليكم كتار ندوز نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وكيفما العادة فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله اول حاجة غادي مضفت حضير دياله هما البغرير او فطائر ديال البغرير بوحط طريقة اللي هي ناجحة ان شاء الله مليون في المئة اي واحدة ما كينجحش معها بغرير اعتمدوا هاد الطريقة وان شاء الله غادي تنجح معكم عندي كأس وربع من السميدة الناعمة يعني سميد الفينو احنا كنقولولو سميد الفينو سميدة اللي كتكون ناعمة او دقيق الخشن استعملت كأس وربع ما يعادل 160 جرام عندي كذلك كأس وربع من الدقيق الابيض ما يعادل 150 جرام السميدة كتكون كتوزن شوية اكتر من الطحين دائما نعتمدوا الكأس اللي غادي تعملو عملو في حالو ديال السميدة في حالو ديال الطحين زيت ملعقة صغيرة من سكر الخشن أي سكر سندة وملعقة صغيرة من الملح عندي ملعقة متوسطة من الخميرة الفورية خميرة ديال الخبز وهناي عندي استميات ميلي لتر من الماء الدافئ أنا هادر دومة هادي كتوس لي نصف لتر لحد ديك الشرطة اللي كتشاهدوا معا لذلك أنا عمار تحت حصت لستميات ميلي لتر يعني غدي تطيفو استميات ميلي لتر ديال الماء الأخوات اللي غدي بغيوا للكأس بالعبارة بكأس ديال العنباء غدي تعملو ثلاثة ديال الكيسان وربع ديال الماء سافيو غدي نضيف دباء غدي نخلط لكل جيدا غدي نضيف الكمية ديال الماء كملة اللي عندي في اللول دوبس ديك الخميرة الفورية خميرة ديال الخبز غدي نضيف الكمية الكاملة المتبقية ديال الماء الماء دافئ غير دافئ غير شوية ماشي بزاف غدي نحرك في اللول بطراب اليداوي نخلط لكل جيدا من بعد غادي نجيب تراب الكهربائي إذا ما توفرتوش على هاد النوع هادا تقدرو تستبلوه بالكأس ديال الآلة الكهربائية يعني ديك الآلة الكهربائية اللي كتكون الكأس والغرف كيف كان قولوه حنا يا سافي غادي نطحن مزيان هاد الخليط أخواتي حتى كي بدي يعملكم فحل هاد الرغوة اللي كتشاهدو معايا سافين حي الدباء الآلة الكهربائية أنا غادي نورديكم القوام ديال الخليط كيفش كيكون هو كيكون شوية سائل ولكن اللي كيختمر كيتقل شوية هانتو ما شاهدو معايا هدا هو القوام اللي كنحصلو عليه تبعو عن المقادير كيفما ذكرت معاكم وغادي إن شاء الله غادي نجح معاكم غادي نغطي على الخليط ديالي أنا غادي نخلي حتى نحضر حشوة ديالي إنتو ما إذا بغتو تخليوها غير عشر دقائق وتحضرو به البغرير ديالكم دابا الجاوب دا كيسخن فبسرعة كيختامر أنا غادي نغطي حتى تنسلي الحشوة أول حشوة اللي غادي نتقسم معاكم ملحة اللي غادي نحتش فيها خضية المقلة ديالي ودعتها على نار متوسطة عمد فيها كمية من زيت النباتية وكمية ديال زيت الزيتون عندي حبة صغيرة ديال القرع الأخضر اللي أي الكوسة أو الكوغجيت اللي حكيتها أي بشرطة حبة منتوسطة ديال الجزر أي خزو أو الجعدة اللي حكيتها حتى هي بشرطة حبة منتوسطة ديال البصل اللي قطعتها صغيرة سعفي غادي نحرك الكل جيدا نضيف حتى الملاح ونخلي الخضرة ديالي حتى كطيب تماما بسرعة كطيب لأنه كوشي عنا مقطع صغير فما كتوخدش وقت طويل في الطياب دياله وبالنسبة للحشوة هو اقتراح استعملوا أي حشوة أنتم ما تبغيوها واللي متوفر عندكم سعفي هنا كيف ما شاهدت معي أنا ضفت الكيمية ديال الملح اللي كتبقى على حسب الضوق سعفي على نار متوسطة ما نقصوش على النار بش ما كتطلق لكمش الخضرة ديالكم كيمية كتيرة ديال الماء حتى كتطيب تماما وكتنشف من المرق اللي فيها أنتم ما كتشاهدوا معي هنا غضي نضيف توابل ضيفت رأس ملعقة صغيرة من الفلفل أسود أي بزار عندي فلفل أحمر أي البابريكا هذي اللي كنستعمل أنا دائما كنذكر معكم عندي حر شوية غضي نضيف كذلك بودرة ديال توم اللي تقدروا تستبلوها بفاص ديال توم تحكوها وتضيفوه هنا الحشوة ديالكم ضيفوه في اللويل او مهم اللي بغيتو سفي هنا غضي نضيف كذلك سلسة صوجة إذا بغيتو تستغنوا عليها استغنوا عليها عندي كيمية ديال الزيتو الأخضر اللي قطعتو صغير فبالنسبة لهذه الحشوة تقدروا تعتمدوها غير بحال هيدا يعني ديستعملوها غير بحال هيدا غير خضرات والتالأخوات اللي ما كيبغوش يستعملوا اللحوم أو حتى التونة استعملوا غير خضرات ضيفوه للجبن أو لا استعملوا غير هيداك فكيبقى لكم الاختيار أنا غضي نزيدو حل علبة دير تونة أي طن اللي استقطرتم الزيت ديالو غضي نضيفو نلحشوة فهناي أنا غضي نضيفو حل مكوين اللي هو اختياري بغيتو تضيفوها أو تستبدلوها بالقمرون أي الكروفيت اللي بغيتو خديت سمك سيبيا أو بوتون هناكي يقولولو أنا جاني بحال سيبيا مهم واحد الأخت بغتني نتقسم معها الامبلاج ديالو أو هاد الكيس ديالو فهذا هو الكيس كناخدو ديال هاد السمك هادا كيكون كونجيلي يعني كيكون كونخلادو فكناخدو من ميركا دونة كيتب بسرعة ما كياخدشي الوقت هو ما شيف حكا لامار يعني كيتب بسرعة واللحيمة ديالو كتكون فتية فلذلك أنا ضيفتو حتى الآخر وكيبقى اختياري كيف ما اذكرت معاكم توفرت علي بغيتو نضيفون الحشوة بغيتو تستبدلو حتى التونة بالدجج أو بالكفتة فكيف ما اذكرت معاكم الحشوة كتبقى لكم على حسب الاختيار ديركم انتوما هنا غضي نضيف حتى الآخر كنضيف كيمياء ديال القصبر اللي عندي مقطع صغير تقدرو تنسمو الحشوة ديالكم بسعتر اي سعتر فغادي يبقى لكم الاختيار صافيهنين بعد ما نشفت الحشوة تماما كنطفع لها وكتكون عندي الحشوة الاولى صبحات جاهزة بالنسبة للطبق الثاني اسهل واسرع طبقي ممكن لكم تعتمدو عندي كمية ديال البطاطس استعملوا الكمية على حسب الافراد ديال اسرة ديالكم انتوما قطعتها الى مربعات صغارين عندي كمية بسيطة فقط كيف ما كتوضح لكم صورة من صدر الدجاج اللي قطعتو صغير ضيفت الملح كيبقى على حسب الضوء رأس ملعقة صغيرة من الفلفل اسود اي لبزار وعندي هنا بودرة ديال البصل اذا ما توفرتوشي عليها استغنوا عليها اخواتي انا كنضيفها غير باش نسملي هاد المكوينين وصافيهن عندي كذلك بودرة ديال التون احتى هي غضي نضيف واح الكمية بسيطة منها وعندي فلفل احمر اي البابريكا باش تعطي يعطيني واحد اللون احتى عندي شوية حر صافي هنا غضي نضيف توابل ديال الدجاج او توابل ديال شاورما تقدروا احتى هما تستعملوا اي توابل بغيت انتوما اخواتي تقدروا تكتافيوا فقط غير بالملاح وليبزار صافيهن نسمو بهم هاد المكوينين واي اعشاب مناسي ما بغيتو تضيفونتوما الزعتر انا استعملت مع الدنوس المجفاف بقدونس المجفاف تقدروا تستبلوها بالزعتر فكيبقى لكم الاختيار سوف نحرك او نخلط الكل جيدا مع بعض ونجيب صفحة او السينية ديال الفرن انا عملت لورق ديال الطبخ تقدروا الدهن وغيز سينية ديال زيان بزيت ضروري الى باش ميتسقو الكومشي متل تساق الكومشي بتاطا ودجاج ديالكم هاد السينية ديال الفرن هو يستحسن هذا الورق هذا صراحة يسهل لنا ولكن إذا ما توفرتوش عليه دهن السينية دي لكم مزيان بالزيت وصافيه غادي ناخد هذا الدجاج وقطع دي البطاطس غادي نسرحه مزيان فات الصفيحة دي الفرن دخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة النار من الأعلى ومن الأسفل نخليهم كي طيبو ونرجعنا الخليط دي لبغرير اللي حضرت معكم هنتم مشاهدوا معايا أنا مشيت معكم بالمراحل اللي خدمت بها على ما حضرت الحشوة والطبق الثاني كان الخليط دي للي صفيق تامر غادي مدن طيب كناخد المقلة دي للي نتمنى تركزوا معايا في النصائح اللي غادي نتقصم معكم إذا بغيتوا البغرير اللي ينجح لكم إن شاء الله من أول تجربة فالمقلة أخواتي ضروري خصت تكون مكت للصقشي والمقلة دي لنا خصت تكون دفية ما خصت تكون سخونة بزاف يعني ما خصت تكون ساخنة جدا إن شاء الله تبدأ تدفع نفرغوا الخليط دي لنا فيها النار خصت تكون متوسطة غير كنفرغوا الخليط هنتو ما كتشاهدوا معي ما شاء الله كيجي وحدة البغرير شهداء كامل متقب وإن شاء الله من أول تجربة ومن أول يعني أول وحدة اللي غادي توضعه في المقلة كتنجح معاكم سفي كم دا نحيد غاكي نشف الخليط من الوجه دي لو كامل كم دا نحيد أنا غادي نزيد نكمل معاكم أخواتي بعض النصائح اللي نجح البغرير إن شاء الله من اللي كنحيده ده بالوحدة دي لنا ضروري ما كان بردوا المقلة دي لنا باش كترجع دافية لأنك في مدكر سمعاكم الخليط كان مضعو على مقلة اللي كتكون دافية ماشي سخونة من اللي كتكون المقلة سخونة بزاف وكان فرغوا فيها الخليط دي لالبغرير فما غادي تعمل لكمش هاد الفقاعات كامل يعني في حالي ما كيعطيهاش الوقت البغريرات تعمل هاد التوقوب كاملة اللي كتشاهدوا معايا هانتما فيما كان حيد ديك الوحدات كان ماشي نفزك الضهر دي للمقلات باش كتدفع الضهر دي لها ماشي الواجه دي لها نمسحو يعني نمسح ديك الماء ونرجع نوضع المقلة دي لها نار متوسطة ونبضى نفرغ الخليط دي للي فعنتوا ما شاهدوا معايا كيفاش كيجي بغرير استعملوا واحجم كبير استعملوا واحجم صغيوار تناولوا بحال هيدا انا هاد المرة غادي نحشيه معاكم كيف ما غادي تشاهدوا معايا بالنسبة هاد البغرير هانتو ما شاهدوا معايا كيفاش كيجي بغرير استعملوا بحال هاد الشكل هادا سافيدا بغادي نتاقل باش ننخرج صفيحة او السينية دي الفورن دي اللي في عندي ابتطاء والدجاج بسرعة كيطبوا اخواتي لان عنا كوشي مقطع صغير فانا ما كنغطيهم محتشي حاجة على هاد الشكل دخلتم الفرن هانتو ما كوشي محمر وكيجي محمرين ونقرمشين كأنه نقليناهم هانتو ما بالنسبة للدجاج كيجي على هاد الشكل هادا وبالنسبة البتطاء فهي طايبة غادي ناخد دبوح هاد المول او هاد البايريكس هادا اللي غادي نطيف فيه على فكرة قدره طايبها في المقلة فوق النار يعني بلا ما تدخلوها للفرن هنا غادي نطيف واحد الاضافة عندي فلفل احمر خديت واحد فلفل حمراء شويتا وقتعتها صغيرة وغادي نضيفان هاد الدجاج والبتاطيس نحرك او نخلط الكل جيدا وغادي نجيب حبتين او جوج دي الحبات ديال البيض غادي نضيف لهم كيميا ديال الملح فتقدروا تستبلوا هاد البيض بالسلسة البشاميل اذا بغيتو غير انا كيفما اذكرت معاكم في الاول ديال فيديو بغيت اطباق اللي هي سريعة جدا وكتفيت بالبيض حتى هوكي جيمسيا هنا غادي نضيف واحد كيميا بسيطة فقط من الكريمة السائلة اللي طبعا تقدروا تستغنو عليها تقدروا تكتفيه غير بهذا البيض هذا صفيق وكيفما اذكرت معاكم تقدروا تستبلوها بالبيشاميل اذا بغيتو وتقدروا هاد الطباق عوض انكم دخلوها للفرن تعملوها في المقلة ونفرق هذا الخليط البيض على الطبق ديالي واخر الشيء اللي غادي نضيفه اللي يبقى حتى هو اختياري ولكن في حاله يكمل الطبق يعني كيعطيه واحد تعليقه انما الاخوات اللي باكي يستعملوا الجبن استغنوا عليه غادي نضيف واحد الرشاء ديال الجبن في الوجه دياله غير باش كي يجي فيه واحد يعني الشكل دياله كي يجي مشهي وكي يجي معلق غادي نعمل له واحد الكيميا ديال الجبن ونرجع ندخله الفرن باش يدوب هاد الجبن كذلك باش يطبو حتى البيض النار من الاعلى ومن الاسفل على درجة حرارة ميتين درجة حتي يطبو ذيك البيض ويدوب هاد الجبن ويتحمر انا للتازين فقط اعملت واحد الرشاء خفيفة ديال مع الدنس المجفف ايه البقدونس المجفف وده با غادي نتقسم معكم الحشوة اللي غادي نحشي بها بغرير اللي غادي يكون حلو على شكل قطيف خديت مية جرام من الشوكولاتة انا استعمل شوكولاتة بالحليب استعملوا اي نوع ديالشوكولاتة او شوكولاتة دياليا او شوكولاتة ديالالالعكل او شوكولاتة ديالالالحلويات ونخلط كل جيداً لنحصل على الكريمة القوام يكون تماماً في حال القوام الشوكولاتة الدهن إنما تجد ديداً ونحصل على ملحة لا تقولوا بأن تجدوا كيفية حلوة مع الملحة كنت تقسمتها و كنت تحشيت بها طرطة أو الكيكا هنا ضفت واحد إضافة مع الكريمة لنحصل على قرمشة أخذت شوية القرقع أي الجوز قدروا تسبلوها باللوز أو الفول السوداني أي الكوكاو حمروها و قطعوها صغي وروضفوها للك الكريمة وكي يبقى اختياري سوف يوضع الكريمة ديالي في واحد الجيب حلواني أو قمح بلاستيكي وهنايا غادي نجيب دباء هاد البغريرات لباش نشكلوهم على شكل قطايف بهذا الطريقة اللي كتشاهدو معايا تقدرو تشكلوهم على شكل شوصون أو يعني إمبانادياس يعني تشد بتاتعمرهم بالحشوة وتشدوهم الحشيات ديالهم كاملين يعني حتى هادك يجوم زيانين أنا بغيت نشكلوهم على هاد الشكل هادا يعني كان أخد واحد الدائرة وكنتضغط عليها مزيان كيف ما كان عارفوه بغرير فبصورة عاكي لتصق مع بعض ديته لأن الوجه ديالي يكون رتيطب فكننشد النصف ديال الدائرة وكنحصل على هاد الشكل هادا من بعد غادي مبدأ نملأ داخل أو نحشيهم بهذا الكريمة اللي تقسمت معاكم فكيف ما اذكرت معاكم نتمنى تجربوا هاد الكريمة حتى وإذا ما بغيتوش تستعملوا هاد الكريمة تقدروا تستبدلوها بالكريم باتيسير العادية تستعملوها بدوق الشوكولاتة او بدوق الفانيليا او تكتفيوا بكريمة ديال الخافق يعني الكريمة السائلة اي نتا برامونتار طلعوها مزيان ضيفوا لها مثلا كيميا ديال شوكولاتة ديال الدهن او الكاكاو المر اي الكاكاو الخام او تحشيوا بها البغرير ديال كوم فاك يبقى لكم الاختيار سافي هنا كنتبقى لي شوية ديك الجوز اي القرقاع وبغيت نزيلهم هيدا الوجه ديالهم شوية ديك القرقاع وكذلك وضعت كيميا ديال شوكولاتة ديال الدهن في واحد القمع بلاستيكي وبديت نعمل خطوط في الوجه ديالهم غير التزيين اخواتيلا اكتر بغيتو ما تزينهم شي خليهم غير بحال هيداك وكيكون هدا هو الشكل النهائي ديالهم دبا غدي نتقل باش نحشي نصف الكيميا ديال البغري على فكرة انا نصف الكيميا ديال بغري رحشيتها بالكريمة اللي عندي حلوة والنصف ديال الكمية غدي نحشيها بهذه الحشوة اللي ملحة اللي تقسمت معاكم في الأول غدي نوضعهم على هاد الشكل هادا ونستمر حتى نعمر هاد البايريكس هادا اللي غدي ندخل من الفرن غدي نرجع ندخلهم للفرن باش كي غدي نزيلهم لوجه ديالهم بالجبن وكذلك حتى يشبروا راسهم يعني كي ياخدو هاد الشكل هادا وخاك تاخدو ديك الساعة وحيدة ديالكم كي تفتحوشي هانا يا هنتو ما كتشهدوا معايا من اللي كان وضعوا وحداك تفتح ما كتبقاشي شبرا راسا ولكن من اللي كان ندخلهم للفرن في حال كي يتحمروا كي زيدوا كي يتحمروا وكي يشبروا راسهم سابعنا غدي نصامر حتى نعمر هاد البايريكس اللي عندي كامل هادا ما غدي كفانيشي فغدي نطر نبدي الواحد كبير عليه سابعنا بعد ما سلت غدي نزي اللوم الوجه ديالوم بجبن مددر الله على فكرة حتى الحشو اخواتي انا كنت ضيفت لا كميا ديال هادالجبن هادا مددر الله خليت تحت بردت اضيفت لا كميا ديالجبن سابعنا طبعا اختياري غيره يعني كي يتحمروا في الوجه ديالوم سابع غدي نسالي وندخلوا من الفرن على درجة حرارة ميتين درجة نار من الأعلى ومن الأسفل حتى كيدوا هادالجبن كيتحمروا وصفي كي يكونوا عنه وجدي و هنا يخرج طبق ديال الدجاج مع البطاطس من الفرن سابعي حتى كيت بقى البيض وكذلك تديك الجبن كيدوب وكيكونوا هدو من أطباق دي اليوم اللي تقسمت معكم هدو كذلك من اللي دابديك الجبن وتحمر على الوجه ديالهم كيكونوا بهذا الشكل هذا فكنت مننا الاقتراحات دي اليوم يكونوا نالوا الإعجاب ديالكم ونالوا الاستحسان ديالكم أفكر اللي هي بسيطة تقدروا تعتمدهم لفطور ديال اليوم بالنسبة للك الطبق اللي عندي فيه الأجنحة ديال الدجاج ما تقسمتم شي معكم لأنه كنت سبق لي تقسمتم معكم أجنحة ديال الدجاج في الفرن يعني شارملتم تبلتم ودخلتم للفرن فهناي غادي ناخد معكم واحدة شاهدوا معي كيفاش كيجي وفوما كيزيدوا تحمروا من الخارج ديالهم في حالي كيتقرمشوا شوية وهدو القطايف اللي حضرناهم بالكريمة ديال الشوكولاتة مع الجبن وبالنسبة لدجاج مع البطاطس غادي نقطع لكم كذلك واحد القطعة باش شاهدوا معي من داخل كيفاش كيجي كيجي بهذا الشكل هذا كيجي كتجي لدي ديال بزاف وكيكونوا هادوما الأجنحة اللي اذكرت معكم الاقتراحات دياليوم الفيديو دياليوم محتل هنا وكيكونت سلام أحبكم في الله وإلى الفيديو القادم إن شاء الله تهلا وليفرسكم بزاف اشتركوا في القناة